تستقبل المدينة الجامعية بالشارقة طلبة المستجدين في الجامعات مع فصل خريف منها جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية التفاصيل في سياق التقرير التالي مع بداية العام الدراسي الجديد شهدت أرويقة جامعات إمارة الشارقة نشاطاً ملحوظاً فها هي تفتح أبوابها بمختلف كلياتها وبرامجها أمام طلبتها وسهلت عليهم إجراءات سحب وإضافة المواد الدراسية ودفع الرسوم وذلك في إدارة القبول والتسجيل في بداية كل العام الدراسي هناك بعض التجهيزات التي نقوم فيها استعداداً لاستقبال طالباتنا أهم هذه الاستعدادات هي لقاء المستجدات التعريفي بالجامعة ومرافق الجامعة وقوانين الجامعة وإجراءاتها بدأ نشاط الأنشطة الإرشادية وورش العمل خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي طبعاً الأنشطة كانت مختلفة هناك أنشطة أكاديمية إرشادية وهناك أنشطة ترفيهية وتعريفية بالإضافة إلى ورش عمل يعني إحدى ورش العمل كانت بالمناسبة لأولياء الأمور بحيث أن نتفاعل معهم مباشرة عن استفساراتهم نعطيهم فكرة كيفية تواصلهم مع الجامعة ومتابعة أولادهم في الدراسة وأبنائهم في الدراسة في الجامعة بدورهم حرص أولياء الأمور على التواجد مع أبنائهم وبناتهم لمساعدتهم في اتخاذ القرار وبث الطمأنينة في نفوسهم مع أول إسبوع دراسي وهما بدى جلياً لدى الطلبة مع دخولهم أجواء الدراسة الجامعية في بداية الجامعة بنعرف الطلاب بيكون فيه إفنت يعتبر من الجامعة اسمه Orientation Day هيعملوك الأسبوع الجاي أو البعض تقريباً هذا إفنت كل سنة بيعملوه عشان يعرف الطلاب الجديدة بالجامعة ومساقاتها وشو العروض اللي بتعملها والفعاليات أو أي شيء ممكن يصير بداية العام دائماً بيكون الطلاب متحمسين بالنسبة للدراسة يعني أنه بيكون في العطلة الصيفية ويعني كثير بتسبب ملأ للعطلة الصيفية فعن نفسي يعني بحب أنه تجول الجامعة والدراسة والحمد لله يعني كانت بداية جميلة أول إسبوع للطلاب بيكون الطلاب بتكون متحمسة والدكاترة بتكون يعني تعطي مقدمة وتشوق الطلاب للفصل يعني والأمور بتكون طيبة الصروح الجامعية في المدينة الجامعية بالشرقة تهتم مع بداية كل عام دراسي جديد في توفير الأجواء المناسبة لطلبتها حيث تهتم بتنوع البرامج التعليمية والترفيهية التي تسقل شخصياتهم بداية عام دراسي جديد لطلبة جامعات الشارقة حاملاً معه أمان وطموحات جديدة لا تتحقق إلا بالجد والمثابرة والاجتهاد لأخبار الدار فايزة الضنحاني